أصدقائي متابعين قناة بيت الريفي للدواجن والزراعة إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية اليوم حلقتنا مميزة ومختصرة أنا كنت عم قلم الأشجار ولكن لحل اللي حتصور لكم هذه الحلقة هي يا أحبابي مثل ما ذكرت لكم هذه الحلقة مميزة نحن هلأ قبل شهر 11 بكم يوم نحن هلأ بشهر أكتوبر تقريبا 25 أكتوبر أنا بقلم بالشهر 11 وبرجع بقلم بالتقليم الموسمي يعني بالشهر الأول والثاني والثالث كل دولة على حسبنا نحن عنا بسوريا أنا بقلم بالشهر الثاني تقريبا هذه هي طريقة العلاج لجميع أنواع الأشجار إذا عندك ضعف سمار عندك تشقق عندك أمراض فطرية أمراض حشرية قلة إسمار أوراق مصابة بإجفاف هذه الطريقة التي تعالجها أنا بساوي هذه الطريقة للوقاية أنا ما عندي أمراض إذا كنت تخلوا على قناتي يشوفوا المحصول كيف يجني من كان الرمان ولا المشمش ولا التين ولا العنب ولكن هذه تشمل كل الأشجار هلأ أنا قصيت الرمان وهلأ شوي تاني رح أقص ورق العنب نحن بالشهر إذا عش مثل ما ذكرت لكم ولكن بقص أنا هلأ للعلاج مو تقليم نهائي شو هو الأص الأص الأغصان الزائدة الكبيرة مثل هون شوفوا أنا العام الماضي قمت بتقليم من هون هون فارق اللون معكم شوفوا هاي عمراض ثلاث سنين هاي عمراض سنة إذا نبين معكم هلأ 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 عام قلمت من فوق هلأ أنا قلمته هاد لشو للوقاية إذا فيه أمراض أو فيه ضعف بالأوراق أو بالإسمار هاي للعلاج وللوقاية نفس الشي التقليم الثاني يلي هو بالشهر الثاني منقلم نحن الأغصان الزائدة يلي ما فيها إسمار بنكون ومنحجمها ومن هيكل الشجرة أنا الرمان عندي كله شوفوا كيف من تحت بيكون ساق أو ساقين أو ثلاثة هلأ بتقليم الموسمي هدا كله بينقص هاي الأغصان السرطانية بتنقص ولكن أنا هلأ قلمت للوقاية من الأمراض يلي بتصيب الأشجار هلأ كتير الإخوان الرمان عنده من تحت عدة ساقات أنا عندي يا مثل ما حكيت ساق أو ساقين أو ثلاثة وثين نفس الشي شوفوا هلأ هون اللي قلمت هاي خليت لها ساق واحد هاي فيه إلى ثلاثة سيقان أنا هي كان إلى خمسة أنا خليت لها هلأ ثلاثة قصيت إلى اثنين ومن فوق قمت بتقليمة إذا يبين معكم هذا التقليم متل ما ذكرت لكم يا للوقاية نحن هلأ التقليم هاد ما بضر إذا متل ما ذكرت لكم دخلوا على قناتي شوفوا الفيديو هاتشاتي شوفوا أشجار الرمان شوفوا وراء العنب شوفوا التين هلأ حوار جيكم شجرة التين شوفوا أشجار الرمان كما هو وهلأ مثل ما يمكن شايفين هاي شجرة التين كما هو أشجار الرمان الأغصان الزائدة أنا التين ما بحب يكون من تحت فيقله تفرعات كثير أخوة بيساوي له تفرعات ويخلوه على وضعه هون الإسمار بخف والتساقط بسمار التين وتشققه بزيد بها الطريقة أنا لأيكم هلأ قصيته شوفوا هذا الفرق هلأ قصيته من هون ها برجيكم شجرة التين الكبيرة هاي صغيرة عمره شي 3 سنة شايفين هاي شجرة التين الكبيرة اللي عندي اياها عمره هاي تقريبا 10 سنة شايفين امتداد الصفاق بيظل نضيف حوالي التربة من تحت مشعل الأمراض والتعفونات شوفوا شكلها كيف شكلها كأسي هذا التين بالشكل الصحي حادتين ملكي شايفين الكمية الأغصان اللي امت من شجرت شوفوا هاي الأغصان الزائدة بتكون بلا فائدة شايفين لا فيها اسمار ولا بتحمل اسمار شوفوا شجرة الزيتون ما بعرف الزيتون عم يطلع واضح لانه في شمس لكو الصاق طبعه شايفين كيف بوحد الصاق أنا شايفين لما يكون عندي صاق رئيسي طويل بيقوم بتغزية الشجرة بشكل نظامي وشوفوا الاسمار ما شاء الله ما بعرف واضح بالتصوير ما واضح وين ايدي هاي ايدي ما بعرف زواضح شو هي الأغصان الزائدة اللي لازم نقيم نحن بالشهر 11 هاي الأغصان اللي بتكون علوية بيكون امتدادة زائد ومالها فائدة نهائيا نحن بنقوم بقصة وبعض الأغصان السفلية منقوم بقصة ولكن الشيء الرئيسي نحن من هيكل من فوق ومنخفف شوي من الشجرة شوفوا كيف كان ارتفاع هاي الرماني عندي أكتر من أربعة أمتار هلأ خليت شي مترين ونص شايفين هلأ أنا قصيت وراء العنابة شوفوا الإصابة الفطرية شايفين هاي إذا خلينا على بداية موسم التقليم الحشرات والمرض هذا الفطري بالذات بيبتد بالصاق كل ياته شايفين الإصابة الفطرية مشان هيك أنا بقل تقليم للوقاية أن الإصابات الفطرية هي بتجي بموسم الخريف وانتهاء الصيف هيك بتكون خلصت حلقتنا إذا عجبت تقوم الحلقة لا تنسونا من الاشتراك والأعجاب السلام عليكم ورحمة الله